بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي صلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الرحمن الذي خلق سبع سماوات مطباقا ما ترى في خلق الرحمن منها تفاولا ترجع البصر هل ترى من خطار ثم أرجع البصر كروتين يا قلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصاريح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعيد وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تقوم تكاد تميز من الغير كلما أغري فيها فوج سالهم خزنتها سالهم خزنتها لم يهتف النبي قالوا بلى خذ جاء فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعيد إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير واسحوا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات السدون ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الصبيب هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فانشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يحسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم أصبا فستعلمون كيف ندير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطعير فهو لهم صافات ويقبر ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لكتو في عطور ونفور أفمن ينشي مكبا على وجهه أهدا أمن ينشي سريا على صرار مستقيم قل هو الذي ينشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفيدة قليل مما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلنما رأوه زلفة أنسي أتوجوه الذين كفرون وقيل هذا الذي كنتم به فتعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماركم غورا فمن يحسيكم بماء معين